خلينا نرجع لزمان شوية أو لورا شوية عايزة البداية من أول لما كنت في المغرب وهربتي روحتي فرنسا عايزة تغني آه أنا كان بابا طبعا صعب جدا إنه خليني أغني أصلا يعني مفيش حاجة اسمها غنى ومفيش مجال الغنى ده بعيد بعيد تماما إحنا عيلة يمكن عيلة متدينة ومحافظة شوية قررت إن أنا أسافر وأنا عندي تقريبا 16 سنة على فكرة زمان ما كانش فيه فيز أنا مستغربة دلوتي عشان لوحد ياخد فيزا مستغربة طبعا لا زمان ما كانش فيه فيز تذكر وتروحي على فرنسا ثمانينات آه آه سنة الثمانين ألف تسعمية وتمانين قد تذكره وسفرت على فرنسا مش تذكره أنا سفرت بالباخرة آه مركب معظم أهلي عايشين في فرنسا تعرفوا حضرتك أنا من مغرب بتلاقي كل بيت لازم يكون طبعا في فرنسا طبعا في فرنسا آه فخدت الباخرة وطلعت أربعة أيام في البحر باتوه أول مرة يشوف بقى باتوه فيه بقى سانمة وبيسين وقود وعرفة جودها كان حالو كانت تجربة جميلة جدا أنا عصرتها ورحت هناك طبعا عند خالي هناك سافرت باريس بتديت أغني للجاليات العربية هناك آه أنا كل اللي حفظها في حياتي هي أغاني أم كلسون كلها أو ممكن تقولي معظمها عوظم فبقيت أغاني أم كلسون تعرفت هناك بعدين لقيت حد بيكلمني عشان أروح لندن فقلت لي لأ أروح لندن روحت لندن برضو بتديت أغني للجاليات العربية قابلت هناك طبعا عبقرة الفن العربي يعني الأسازة زي أستاذ حمد الموجي أستاذ باليق حمدي أستاذ سيد مكاوي اللي شجعوني كتير هما عاديوا يشجعوني يقولوا لي نزلي مصر فأقولت أنزل مصر كنت طبعا عملت بيت هناك اشتريت بيت اشتريت عربيات معي فلوس تمام يعني ونزلت على على مصر وأول ما جيت مصر كلم لي أستاذ سيد مكاوي بيقول لي أنت بتعملي إيه مش معنا أنا قلت لك نزلي من مصر يبقى حتعودي في البيت قلت لهم مش عارفة عملية طيب أنا أبتدي إزاي قال لي لا أنت لازم تروحي لجنة الاستماع وتعملك عضوية عضوية نقابة وقلت لهم دوتر دوتمارة في سيبرتو شكرا